مرحب معي هنا في الستوديو بنائب رئيس المنتدى الفلسطيني في بريطانيا سيد عدنان إحميدان أهلا بك عدنان في هذه التغذية هذه المظاهرة الحاشدة كيف تقيمون تفاعل البريطانيين عموما الذين خرجوا في هذه المظاهرة من وقتلف الأطياف انتصارا للدماء الزكية في غزة أولئك الضحايا الأبرياء الذين يستهدفوا من الاحتلال بآلته الوحشية وعدوانه الهمجي حيث كما ذكرت أكثر من 27 ألف شهيد وحوالي 70 ألف مصاب غير المفقودين حوالي 14 مجزرة خلال 24 ساعة الماضية الشعوب الحية لا زالت تتحرك في العالم وأصحاب الكرامة والحرية والإرادة الذين يتحركون على الأرض لا زالوا ينتفضون لأجل أولئك الناس في غزة رأينا حراكا في بريطانيا في عدة مدن ليست لندن وحدة احنا كنا في لندن أمس أكثر من ربع مليون وكذلك كان هناك مظاهرة قوية في مانشستر في كاردف مظاهرة وطنية على مستوى ويلز وكذلك في أدنبرا مظاهرة وطنية على مستوى سكوتلندا أيضا في 21 مدينة ألمانية كان فيها مظاهرات فضلا عن مظاهرات في إسبانيا في إيطاليا في فرنسا في كثير من مدن العالم اللافت أن هذا الزخم لا زال قويا مراسل قناة سكاي نيوز البريطانية قال ملاحظة مهمة أن من يراهم على عامل الوقت بنسيان الناس لما يجري في غزة مخطئ وخير جواب عليه هو ما نشهده في هذه المظاهرات على الأرض لذلك هنا أسألك عن زخم هذه المظاهرات عدد من المراقبين عدنان قال بأن هذه المظاهرات شبه المليونية بحدود المليون غير مسبوقة حتى في التاريخ السياسي لبريطانيا على مختلف القضايا لم تشهد بريطانيا هذا الزخم من المظاهرات لقضية واحدة غير داخلية يعني ليست شأنا محليا بريطانيا إلى أي مدى تقيمون استمرار الزخم واستمرار حضور البريطانيين من مختلف الأطياف في هذه المظاهرات طالما الاحتلال مستمر في عدوانه وفي حملته الهمجية يرافق ذلك العدوان الآن منطقتنا كلها مستراحة أنت بتتحدث عن أكثر من 63 قاعدة عسكرية غربية في الدول العربية تنطلق منها هجمات على العراق على سوريا على اليمن بفضلا عن ما يجري في فلسطين وما يجري في لبنان ونحن نتفرج هؤلاء الأحرار في العالم ينتفضون لأجل ذلك رأينا أمس لافتات ترفض العدوان على اليمن ترفض العدوان في سوريا ترفض العدوان في العراق ترفض الحرب تدعو لوقف الحرب فطالما هذا العدوان بقي مستمرا ومدعوما من هذا من لندن ومن واشنطن بهذه الطريقة البعيدة عن الإنصاف أعتقد أن هذا الحراق الحراك سيبقى مستمرا وقويا الآن هناك دعوة لمظاهرة عالمية جديدة في 17 فبراير العالم كله ينزل إلى الشارع يعني بعد أسبوعين من الآن آه كانوا يتحدثوا عن وقف إطلاق النار الآن الناس ترفع شعار استبدأ جونسايد وقف الإبادة الآن هذا المصطلح أصبح معتمدا خصوصا بعدما صدر عن محكمة لهاي الآن عدنان في الأيام الماضية شهدنا عدة بيانات من التحالفات المؤيدة لفلسطين ما قصة هذه البيانات ومن هي الجهة الآن التي تقوم بالتنصيق بين كل المظاهرات والفعاليات في كل بريطانيا التحالف المؤيد لفلسطين في بريطانيا والذي يضم ست منظمات رئيسية حملة التضامن مع فلسطين بأسي وحملة أوقف الحرب ستوب ذوار وحملة أوقف التسليح النووي سي أن دي والرابطة الإسلامية في بريطانيا ماب ومنظمة أصدقاء الأقصى فرنسوف الأقصى بالإضافة للمنتجة الفلسطين في بريطانيا ينسق لهذه الفعاليات المركزية الرئيسية في بريطانيا وهناك حراك كثير على الأرض حوله ومرتبط به سواء للقطاع الصحي أو القطاع التعليمي حتى هناك مظاهرة قادمة بعد أيام للإعلاميين البريطانيين المتضامنين مع فلسطين فالحراك يتوسع يوم الأربعاء القادم فالحراك يتوسع ويأخذ نطاقا كبيرا القصة أننا نشهد من الأجهزة المعنية في بريطانيا قيودا غير مألوفة وقوانين لم تكن تستخدم ولم تستخدم مع غيرنا أي أجهزة تقصد؟ الشرطة البريطانية بطبيعة الحال لماذا تستهدف مظاهرات تأييد فلسطين بمنشورات تغزع من قبل الشرطة على المشاركين تحذرهم من مخالفة التعليمات الأمنية بينما لا نرى هذه المنشورات في مظاهرات ما يسمى بمعادات السامية لماذا نشهد اجتماعات كثيفة ما بين المنظمين والشرطة؟ أنا واحد من المنظمين معظم وقتنا بروح اجتماعات مع الشرطة لقضايا التنسيق وكل مرة يضيقون تعرف إحنا في بريطانيا ما بدك موافقة عشان تعتصم في مكان لكن إذا أردت أن تنتقل من مكان إلى آخر مسيرة يعني؟ مسيرة بدك تنسق مع الشرطة بدك تستخدم ساحات عامة معينة لك تنسق مع الشرطة فلا ما تمشوا من هذا المسار ما تطلعوا من هذا المسار تخيل لأول مرة كان في ضغط وطلعنا لأجل بيان أن يا جماعة ما تروحوا في مظاهرة أمام مقر الحكومة أنا الآن بالقوانين المتبعة في بريطانيا ممنوع أني أروح أمام مقر الحكومة كان بس إحنا رفضنا ذلك ممنوع بالقوانين المتبعة في بريطانيا أعتصم أمام السفارة الإسرائيلية ممنوع في القوانين المتبعة في بريطانيا أعتصم أمام السفارة الأمريكية هم عندهم قانون تفصيلها فقط للحراك المتضامن مع فلسطين أم أن تسري على كل المظاهرات الأخرى عندنا قانون في ثلاثة بنود في القانون بند 12 بند 14 بند 60 بند 12 يقول لك إذا أنت خرجت عن مسار متفق مع الشرطة عليه أنا أعتقلك وذلك كانت الناس يعني ممكن واحد راح بده يدور بلا مؤخذ يقضي حاجته ويرجع ورح بالخطأ ما يعني فيه التحق في المظاهرة يعني كان شيء يعني غير مصدق وغير مقبول رقم 2 المادة 14 منع التجمعات قبل وبعد تخيل أنت مظاهرة بدأت تبدأ الساعة 12 بقول لك معاكم تبدأ الساعة 11 إذا يجوا ناس تجمعوا الساعة 10 ونص أنا بعتقلهم طبعا هم لا يتشددوا يعني على أرض الواقع لا يقومون بذلك لكن القانون موجود ويستطيع أن يطبقه يعني هو قانون سابق لكن طبقوه فقط على المظاهرات مؤيدة لفلسطين قانون 14 منع التجمعات موجود في أروقة الشرطة تستخدمه متى مثلا ممكن جماهير مباراة قراءة قدم تريد أن تمنع يمكن أن يطبق في حالة تخشى فيها الشرطة على الأمن العام في المنطقة فالآن طيب المظاهر الساعة 12 سيشارك فيها ربع مليون بني آدم سيتوافدوا مبكرا قال ممنوع التجمعات قبل الساعة 11 طيب المظاهر ابتخلص الساعة 4 قال ممنوع التجمعات بعد الساعة 5 ونص واللي موجود ممكن يعتقل كيف أثر ذلك على المظاهرات؟ لا شك في إزعاج ويعمل إحتقان عند الناس رقم 3 المادة 60 المادة 60 هذه لم تفعل أبدا في كل مظاهرات أنا أشارك بتنظيم مظاهرات فلسطين وبريطانيا من 13 سنة من 14 سنة هذه أول مرة تفعل فيها الشرطة المادة 60 والتي تمنع تغطية الوجه أنت متظاهر ممنوع تغطي وجهك بينما هذا لا يطبق على مظاهرات أخرى حتى يضع هذا الغطاء من أجل أسباب صحية بده يدخل بخلاف مع الشرطة بده بنقاش مع الشرطة عليه طيب يا جماعة إحنا بحالتنا الفلسطينية الاحتلال المجرم هذا إحنا بعض أبناء غزة ما عادوا يلقوا كلمات في المظاهرات خشة من قصف أهلهم فما بالك واحد تلتقط له صور وما شاء الله إحنا عنا كل الجهات تحاول أن تصور من يتظاهر وترصد من يتظاهر فهذا الشخص يخشى على سلامة عائلته في فلسطين نتيجة تصويره في حياته ماذا قالوا عندما وضرحتهم عليه هذه المخاوف الأمنية للإشكال الحقيقي كمان أن هذه النقطة ساءتنا وإحنا أرسلنا فيها رسالة شديدة للهجة لأنها لم تطرح في الاجتماع يعني خلونا قبل ساعات من الذهاب للمظاهرة وخرجوا بهذه المادة وهذا شيء مزعج أكثر حتى تغطيات بعض وسائل الإعلام مثل بي بي سي وغيرها تترك المظاهرة كلها وتكتب وقال مفوض الشرطة أن أمن المنطقة يتوقف على مرور المظاهرات بسرعة رعاية مصالح التجار في المكان كأنه يتعامل مع مجموعة من مثلي الشغب يريد لهم أن يخلصوا مهمتهم ويغادروا أنا هذا شخصيا جعلني أغضب في حديثي مع الشرطة في أحد الاجتماعات وقلت لهم أنا كفلسطيني بريطاني أقول لك أنك تضايقني جدا بما تقوله بدل من أن تشعر معي وتشعر مع أهلي الذين يذبحون والإبادة التي يتعرضون لها وأحاول أن أنفس عن نفسي قليلا بالتظاهر لأجلهم أنت تتعامل معي ماذا كان رده؟ سكت وشعر بالإحراج وقال أنا آسف لا أريد أن يفهم كلامي بهذه الطريقة ولكن مع ذلك وفي اليوم التالي جاءني أحد الضباط المسؤولين معتدرا يعانقني ويقول إن إحنا معكم ونتفهم لكن أنا على أرض الواقع أحد الشباب الذين اقتدوا إلى المركز الأمني نتيجة تشجار مع شخص مؤيد لإسرائيل تخيل المؤيد لإسرائيل يدخل إلى المركز الأمني أنت كويس مرتاح اتفضل اجلس وهذاك المؤيد لفلسطين كأنه إرهابي يعني هنا أزواج في المعاملة في أزواجية في المعاملة أنا واحد من الناس اللي كنت أتحفظ ولا أذكر هذه القصص وأحاول أن أجد لها مبررات وأحاول أن أقول أنها حالات فردية لكنها الآن لم تعد حالات فردية هناك تضييق متعمد على هذه المظاهرات التضامنين مع فلسطين وهذا يضغط على الناس فوقهم المضوطين مع أهلهم هل فعلا حصلت أي حوادث أمنية خلال المظاهرات المؤيدة لفلسطين ما يدفع الشرطة لاتخاذ تدابير معينة؟ بالحقيقة في بدايات المظاهرات كان بعض الشباب مثلا يلقوا ألعاب نارية إجت قالت الشرطة أن هذا ممنوع وإحنا عللنا على المنصة أن هذا ممنوع واختفت هذه الألعاب النارية الناس تلتزم لكن إجراء مثلا تبع منع تغطية الوجه لما يطلع خلال أقل من 16 ساعة من موعد المظاهرة ليس كل الناس ستعرف عنه هناك أسباب دينية هناك فتيات يغطينا وجهنا بدوابع دينية الحقيقة هناك تشدد وأن هذا أنا لا أفسره هوير أنه تماهي مع سياسة المحافظين التي تحاول أن تساير سياسة الاحتلال في الضغط على شعبنا في الضغط على أهلنا والإحياز التام للمحتل وأعوانه على حساب المظلومين المضطهدين من أبناء شعبنا الذين يتعرضون إلى إبادة همجية على مرأة من العالم ومسمع وليس هذا في حسب بل تشارك بريطانيا بوقف تمويل الأنروا وتشارك في الاستطلاعات الاستخباراتية للاحتلال وتشارك في تأييده علانية ورفض الدعوة حتى لوقف إطلاق النار ولو كانت هذه الدعوة رمزية شكرا جزيلا لك ناب رئيس المنتدى الفلسطيني في بريطانيا سيد عدنان أحميدان شكرا جزيلا لك